ومعنا عبر الهاتف من عمان سيد عبدالقادر النايل الناشطة السياسية مرحبا بك سيد عبدالقادر إذن يوم ثاني من حضر التجوال في قضاء الطارمية برأيك هل تستوجب حملة التفتيش الحكومية هذه فرض حضر تجوال لمدة يومين؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام ما يجري في قضاء الطارمية هو استهداف منهج حكومي فالحكومة تمارس إرهابها ضد المواطنين بإطار طائسي وعنصري ولا يستوجب أصلا أن تكون طارمية وأبو غريب ومناطق أخرى بطائف الاستهداف خاصية ما أن هذه الاستهدافات تتصاعد طريب كل انتخابات لكنهم يستهدفون حزام بغداد بطار طائس ومنهج من أجل الضغط على أهلها وتهدير سكانها واستبدالهم بسكان آخرين لا سيما بعد القانون الذي منحه مجلس النواب بتوطين وقبول اللجوء للدول كإيران وأفغانستان وغيرها وهذا حقيقة كله يراجب أن يتم تجنيس غير عراقيين وبالتالي يتم الضغط على الأهالي الأطليين في هذا القضاء من أجل استبدال سكانه بسكان آخرين فما يمارس في قضاء الطارمية ليس مبررا ولا يستحق أن يكون هناك أي حضر تجوان يعني هذه الحملة الهدف منها ترتبط بالتغيير السكاني للقضاء هذه الحملة المتعمدة الحكومية ذات الطابع الحنصر الإرهابي إرهاب حكومة بكل معنى الكلمة يعتمد على الضغط على الأهالي من أجل أن يخرجوا من قضاء الطارمية وحزام بغداد لأنهم حقيقة يستهدفونها بإطار طائفي ممنهج لتغيير تركيبة السكان لأنهم يسعون إلى تجنيس من أدخلوهم من الأجانب داخل العراق وهؤلاء من دول مجاورة كإيران وبالتالي يريدون أن يفرغون الناس وبهذا الضغط الممنهج والمتعمد والمستمر طيلة هذه الفترة من أجل إجبار الناس على المغادرة خارج العراق وهذا حتى بدأت منظمات دولية ومراكز حقوقية تشير إلى هذه القضية التي وصلت إلى قناعة أن الحكومة تسعى بإرادة واضحة من أجل هذا التغيير لكن بعض المصادر أعلنت أن هذه الحملة تهدف إلى تطهير القضاء من مواصفتهم الإرهابيين كيف يمكن تفسير ذلك مع أعلان رئيس وزراء الحكومة في بغداد النصر على الإرهاب أولاً معلوم تماماً المفروض أنه هكذا يتناقل في الكامف مع ما أعلنه رئيس حقومة بغداد أو حقوق بغداد حيدر الإعبادي بأنه قد انتهى الحرب وثانياً كل الأمور التشير لا يجد هناك أي عمال مسلحة داخل قضاء الطارنية ولا مشيطها والقضية الأكبر في هذا الإطار أنه إذا رأينا أو حسبنا مجموعة الحملات العسكرية التي تم التضييق فيها على قضاء الطارنية طوال هذه السنوات الثلاثة على أقل تقدير لو وجدناها حملات كثيرة هل يعقل أن هذه الحملات التي ربما تشير إلى أنها بالمئات وصلت أو بالعشرات من هذه الحملات وكلها يجد من خلال عبر التجوال والتضييق وانتشار كثير للميليشيات والجيش الحكومي داخل قضاء الطارنية وعزت شوارعها ومدنها وقراءها هل يعقل كل هذا هو البحث عن الإرهابيين هذه حقيقة أكاذيب حكومية من أجل أن تبرر في الرأي العام أنها تبحث عن الإرهابيين لكن في حقيقة الأمر أن هذا الأمر لم يعد ينطل على العالم أسره بعدما أن تكشف وسائل الإعلام ما يجري من أمور خائفية عنصرية لهذه الحكومة في جهة سكان أصليين عراقيين وبالتالي أصدحت أهدافهم المعلومة وواضحة بالمعالم ليست الطارنية فحسب أيضا بدأت حملة على قضاء أبو غريب والرضوانية الغربية ما تفسيرك لهذا الحراك قبيل الانتخابات المقبلة في شرائع معلوم تماما كيف سعت الحكومة إلى أغراق أبو غريب هذه الحادثة المشهورة في الانتخابات الماضية والتي أخرج سكانها يوم أن أغرغت منازلها قبيل الانتخابات والتي خرجت في نتيجة أنها انتخبت المالك بنسبة 90% وهذه حقيقة ما يجري قبيل الانتخابات من تضييق واضح تماما على هذه المناطق التي تمثل حقيقة عمق ستراتيجي وسكان موجود في بغداد كتلة بشرية كبيرة وبالتالي يريدون بغداد أن تذهب باتجاه طائل مقيت لأنهم يريدون الضغط على النسب السكانية الموجودة في بغداد لذلك الحملة التي يتم استعيد من خلالها على الرضوانية وابو غريب كما أسلفنا لكم وعلى الطارنية ليست قبيل اللحظة وسيتم التضييق على قضاء العظمية ومناطق أخرى لأن ما تسعى الحكومة هو حاجة هذه المناطق لأنها تمثل تواجد السنة العرب فيها مكثب وبالملايين يعني معلوم تماماً أن هناك خمسة أو خمسة ونيف من السكان العرب السنة في بغداد وبالتالي يريدون عزلهم وإجبارهم على أن يكونوا ذات تبعية لهذه الميليشيات وأن لا يؤثروا تماماً على تواجد الميليشيات وسعي الحكومة وأحزابها الموالية الإيران للسيطرة على بغداد من خلال زيادة الانتخابات وتزوير الانتخابات القادمة تفيا من العمان سيد عبدالقادر نايل الناشط السياسي شكراً جزيلاً لك